هنا يخليني أروح بيك على ما تريد إسرائيل طول الوقت إنها تشتغل عليه أنا في ظني المتواضع جداً أقدر أقولك إنه الكيان السهوية المحتلة للأراضي العربية في فلسطين بقالوا عدة أسابيع بيحاول أن يمارس شكل من أشكال الإغتيال المعنوي لجهود الدولة المصرية مش بقى أقولك الداعمة لا مصر المدافع الرئيسي عن الحق الفلسطيني الداعم شيء والمدافع الرئيسي وحاقة الصد الأول وحاقة الدفاع الأول لأجل حقوق الشعب الفلسطيني ولأجل حق إرساء وإعلان دولته الكاملة في إطار مبادرة مصرية لحل الدولتين على حدود ما قبل 5 يونيو يعني على حدود 4 يونيو 1967 مصر نمرة واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وبعد كده عدة أي حاجة تاني ماشي الكلام طيب وده لأسباب كتير يمكن سردناها قبل كده في البرنامج وممكن نقعد نسردها لحلقات كثيرة قادمة لكن هم عاوزين إيه الكامل صوني عايز إيه عاوز يعمل عملية تغتيال معنى ويلاحظ أن يجي يقولك إيه ده هناك تنسيق بين مصر وإسرائيل على محور فلادلفيا وكذب كذب وعلى رأيي الدكتور عمر حمزاوي هذه أمور لا يجب حتى الالتفاق لها لأنها كذب وكذب تافه يعني منين الدولة اللي تصدر الدول العالم في المبادرة بتقديم المساعدات ده أولا اتنين في حجم المساعدات وزي ما كان بيكلم دكتور دياء رشوان في تصريحاته إنه ده احنا بنقدم أكتر من سبعين في المية من المساعدات التي تذهب لشعب الفلسطيني فأنا منين بنسق مع الكيان المحتل العدو الغاشم على الأراضي الفلسطينية ما ينفعش طيب منين أنا اللي رفض التهجير القصري ومنين أبقى بنسق معه على محور فلادلفيا مثلا طيب ومنين أنا رفض تصفية الأدالية وفي نفس الوقت أبقى بنسق معه إسرائيل من الآخر عندها استهداف للاغتيال المعنوي لجهد الدولة المصرية بحيث إنها تطلع إنه مصر ليست أمينة في طرحها أو إنه مصر ليست أمينة في دفاعها عن هذه القضية وحقوق الشعب الفلسطيني وحقوق أراضي فيبدأوا يطلعوا مجموعة من الشائعات زي ما تكلموا على قصة محور فلادلفيا أو محور صلاح الدين زي ما بيتكلموا وبالمناسبة الحاجات اللي ده من النوع ده بتبسط الإخوان قوي فتلاقي شوية العيال اللي مترمية هناك في لندن قاعدة عملها بتزيط المواقع بتاعتهم بتتكلم المنصات بتاعتهم تقعد تكتب في هذا الكلام فلا تلتفتوا بالمناسبة حتى تستطيع أن تميز هذه المواقع السيئة النية يعني الغثة القبيحة يعني زي ما بيتقال بمنتهى البساطة بص على الصياغات بتاعتهم اغتيال معناوي للدولة المصرية بأي شكل من الأشكال اغتيال معناوي لجهود الدولة المصرية بأي شكل من الأشكال فتأتي هذه الشائعة البلهاء انه أصل بتحصل رسوم إضافية للناس اللي جاية من فلسطين عبر معبر رفح لا توجد أي رسوم على الإطلاق الرسوم هي الرسوم الرسمية اللي بتتدفع بشكل رسمي وبس وده اللي اتكلم فيه دكتور دياء النهاردة طبعا دكتور دياء رشوان الكاتب والصحفي والباحث المعروف وطبعا رئيس هيئة الاستعلامات بجمهورية مصر العربية اتكلم على أن وسائل الإعلام وصفحات تواصل ومنصات بتتداول ادعاءات كاذبة تتعلق بفلوس وأرقام يتم تحصلها ورسوم يتم تحصلها على المسافرين عبر منفذ رفح من قطع غزة للأراضي المصرية طيب فين المصدر دايما مجهل فردي لا وجودة له لا توثيق لا أساس الله طب وإحنا نستقبل الكلام ده لا يجي دكتور دياء رشوان الحقيقة وينفي بصورة قاطعة كل هذه المزاعم بصورة قاطعة مفيش حاجة اسمها رسوم إضافية على القادمين من غزة مفيش حاجة اسمها تحصيل رسوم بعيدة عن الشكل الرسمي للقادمين من قطع غزة لا توجد أي رسوم تتقاضها أي جهة غير رسمية مقابل أنه الناس تدخل فيقولك أصلا عشان تعدي فلزم بس تدفع المبلغ الفلاني بس أصلا مش هينفع تدفعه على الشباك فاديهول أنا وانا هبقى أتصرف ده كلام فارغ لا مصر هتقبل بدا ولا مصر بتسمح بدا في المعبر تحت السيادة المصرية ما يتم تحصيله يتم تحصيله من الجهة الرسمية هو الرسوم المقررة طبقا للقوانين المصرية المنظمة لعمل هذا المعبر من قبل مين؟ هيئة المواني البرية رسوم ثابتة ما حصلش عليها أي زيادة مطلقة بالمناسبة أي حد أي حد ييجي في المعبر ويروح لحد من أهلين اللي دخلين ويتقالوا أصل الرسوم زادت بس أصلها مش معلنة فاديهالي وانا هبقى أدفع لك ويحلها حلات لو سمحت الأمن المصري موجود جوه المعبر روح بلغ فيه قلهم الرجل اللي واقف هناك ده بيقول لي كذا على طول ليه؟ لأن الرجل ده حرامي حضرتك أي حد عاوز يروح أو هيعبر من غزة إلى مصر بيدهب إلى المكتب الشباك يدفع الرسوم ويتوكل على الله من ساعة ما دخلت المساعدات الإغاثية الإنسانية واللي كانت وقفة بالطوابير زي ما كنت بقولك مبارح عربيتنا كانت وقفة بالطوابير مكدسة على المعبر حتى تمر إلى القطاع من اليوم الأول وكان اللي احتلال هو اللي رافض طيب مساهمتنا تزيد بكتير عن السبعين في المية ده احنا بس أكتر من مية وخمسين شاحنة ست شاحنات وقود أو أكتر كمان وبالتالي ليس هناك أي منطق يقول أن مصر باللي بتقوم بيه في مش دعمة بس القضية ولكن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني أنا أسف الشعب الفلسطيني كاملة ده واحد مصر اللي بتقوم بيه من جهد إنساني مصر اللي بتقوم بيه بجهد ديبلوماسي مصر اللي بتقوم بيه بجهد سياسي ممارسة الضغوط المصرية والتجميع وخلق لبيهات دولية وتغيير في المفاهيم ووصول إلى توافقات مين كان يصدق أن الاتحاد الأوروبي كان يبقى موقفه كده ده الاتحاد الأوروبي بدأ الأول كله مع إسرائيل ووحدة وحدة بدأت وجهات النظر تتغير فرنسا غيرت وجهات نظرها أسبانيا غيرت وجهات نظرها البرتغال غيرت وجهات نظرها دول أخرى حتى بما فيهم إنجلترا بدأت تهدق وتقلل من حدة اللهجة أمريكا غيرت الكلام لا يجب أن ننسى أبدا هذه الأمور واجب علينا أن نذكر حضرتك ونذكر كل شعوب الأرض والشعوب العربية بالدور المصري مصري شايف أن هناك ظروفا كارثية تهدد الإنسانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديدا في القطاع وتحديدا أيضا في بعض المناطق اللي موجودة في الضفة الغربي مصر لا تتخلى أبدا عن القيام بدورها القومي والعروبي والإنساني تجاه المنطقة ترجمة نانسي قنقر